من جديد يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يلتف على السلطة الفلسطينية بعد أن أوقفت جميع الاتفاقيات المبرمة معه على إثر إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نيتنياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية مطلعة موز المقبل وذلك بتقديم عروض تسهيلات للقطاع الخاص بعيدا عن القنوات الرسمية عصى وجزر إسرائيل بتمارسها منذ 24 لليوم هناك عصى بتوجهها للسلطة الفلسطينية الرسمية والجزر بتحاول أن تعطيها للمواطنين على اعتبار أنه هي الرعي الاقتصادي لهم هذا بيؤدي لتقويض مشروعية الاقتصادية للسلطة ولكن التدعيات ستكون أكبر لو فعلا إسرائيل مضت أكثر وبعد من ذلك الاتصال بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين لعرض تسهيلات لأعمالهم بعيدا عن هيئة شؤون المدنية هذه الطريقة التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الفلسطينيين وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي لا تعامل بشكل أحادي وبشكل فردي وخارج أطر الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية نحن نعمل ضمن سياسات منظم التحرير الفلسطينية وملتزمين بقرارات منظم التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ولن نخرج يوما عن هذه الأطر وسنقوم فقط بالعمل وفق هذا الإطار وبالتالي كل هذه الرسائل التي ترسل وكل من يتعامل سوف يكون منبوذا 12 مؤسسة في تمثلية المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أكدت أن موقفها جميعا موحد ويتمشى تماما مع قرارات القيادة الفلسطينية ببقائها على قراراتها الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي محاولة الاحتلال الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين بكافة الطرق لقي حتى اللحظة رفضا واضحا من قبل المستهدفين مع تأكيد القيادة الفلسطينية على أن الرد سيكون قاسيا في حال حاول البعض الخروج عن الصف الوطني نهاد حجازي المملكة رام الله